اهلا من السلام حضراتكم متبادئين السابق من كل مكان معكم مكملين في تقطيع القص عن حالة القص والموجة شريط حرارة اللي تتعرض لها البلاد بداية 8 يوم وعلى موضوع هزاك اسبوع مجموعة من المصايح والتعليمات الهمة أصدارتها هيئة الأرصاد المواطنين في هذه القطرة المنبلة في بدايتها زي ما حضراتكم شايفين ضرورة التجنب بالتعرض لشعر شامس فترات طويلة وشرب بكميات كبيرة من مياه والسوائل وانتزايا بطايا الرأس تبصيل هذه المصايا وتبصيل الموجة نتعرف عليها أكثر مع الدكتور محمود القياكي بالرحب بحضرتك أهلا بحضرتك وكل متابعي اليوم السابق عايزة هتتكلمنا بقى عن هذه الموجة اللي نتعرض لها زروة الموجة هتكون إنت وإيه أهم المصاحة النتر من المواطنين وسبب الموجة كل الأسئلة دي بتدور في زهن القارئ والمتابعين عايزة هتتكلمنا عنها بالفعل احنا اعلننا في مشاراتنا وفي تحذراتنا تعرض البلاد لارتفاع تدريجي بداية من اليوم كبداية لموجة شديدة الحرارة هتأثر على كافة مناطق الجمهورية بما فيها السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى وبالتأكيد محافظات جنوب الصعيد الموجة دي تأتي نتيجة تغير في مصادر الكتل الهوائية قليلا هيبدأ يسيطر علينا منخفض الهند الموسمي بشكل كامل مع كتل قادمة من مناطق أو من مصادر صحراوية هتؤدي لارتفاع كبير في درجات الحرارة بالإضافة على نهاية الأسبوع وحيسيطر علينا في طبقات الجو العليا بشكل كامل امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يمكن على مدار فصل الصيف تقريبا من بداية فصل الصيف أو كمان قبل بداية فصل الصيف دائما بيننوه عن منخفض معروف جدا وهو منخفض الهند الموسمي بنسمع عنه كل عام لأنه هو يعتبر الكتل الرئيسية اللي بتأثر على جمهورية مصر العربية أعظم أو أغلب أيام فصل الصيف المنخفض ده بالتأكيد زي ما دائما بنقول بيقطع مصاره على صحراء شبه الجزيرة العربية بترتفع معاك درجات حرارة الكتل الهوائية بشكل كبير بعد كده بيبدأ يدخل على المسطح البحر المتوسط بيتشبع بكميات كبيرة من بخار الميا ومنها بيبدأ يدخل على الأراضي المصرية وبالتالي زي ما قلنا منخفض الهند الموسمي يعتبر من أهم الكتل الهوائية الرئيسية اللي بتأثر على مصر خلال فصل الصيف أو أغلب أيام فصل الصيف لأن في بعض الأيام من فصل الصيف بيتراجع قليلا تأثير منخفض الهند الموسمي في مقابل سيطرة لمرتفع جوي يعرف بمرتفع العروض الوسطى أو مرتفع الأزور ده بيجلب معاك كتل هوائية قادمة من مناطق جنوب أوروبا بتنخفض معها درجات الحرارة قليلا يبقى ملخصا منخفض الهند الموسمي يعتبر هو اللي بيأثر علينا أغلب أيام الصيف بالفعل خلال الموجة الحالية سيطرة كاملة لمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية زي ما قلنا من مصادر صحراوية بالإضافة لمرتفع جوي أو امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا كل ده بيؤدي إلى هذه الموجة شديدة الحرارة يمكن هتبدأ الموجة اليوم بارتفاع طفيف وتدريجي عن الأمس بالأمس سجلنا درجة حرارة على القاهرة 36 درجة مئوية في الظل خلال فترات النهار وصلت لحدود 38-39 على شمال الصعيد وبالتأكيد أعلى درجات حرارة كانت على محافظات الجنوب اليوم بترتفع درجات الحرارة عن الأمس بمعدل درجة الدرجتين نقدر نقول أن العزمة المتوقعة اليوم على القاهرة ما بين 37-38 بنشعر بيها بسبب فعل الرطوبة كأنها 40 درجة مئوية غدا الأربعاء درجات الحرارة أعلى من اليوم أيضا بمعدل درجة الدرجتين لكن زروة هذه الموجة نهاية الأسبوع الحالي بنتكلم عن أيام الخميس والجمعة هتكون درجات الحرارة على القاهرة اللي هيتم تسجيلها في الظل ما بين 39 لـ 40 درجة مئوية ارتفاعات كبيرة بالفعل في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بقيم تصل لخمس درجات طبعا الـ 40 درجة المتوقع تسجيلها نهاية الأسبوع بالنسبة للقاهرة هنشعر بيها وكأنها 42 درجة مئوية كما هو معتاد محافظات الجنوب لها دايما النصيب الأكبر من الارتفاعات دي وبالتالي جنوب الصعيد بنهاية الأسبوع هتكون درجات الحرارة عليه ما بين الـ 44 لـ 45 في الظل هنشعر بيها بالتأكيد أعلى من ذلك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال ساعات المهار خلال هذه الموجة شديدة الحرارة بترتفع معها كمان درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل زي ما قلنا بسبب هذا التغير في مصادر الكتل الهوائية أبرز النصيح اللي بنوجه المواطنين لها خلال هذا التوقيت أو خلال هذه الموجة شديدة الحرارة دايما بنأكد على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة خاصة فترات الظهيرة اللي بيكون فيها الإشعة الشمسي في أعلى درجاته ودي بتكون تقريبا من الساعة 12 أو 1 الضهر لحد الساعة 4 العصر وبالتأكيد اللي هيضطر للخروج خلال هذا التوقيت بننصحه بارتداء غطاء للرأس يقي من أشعة الشمس وأيضا شرب كميات كبيرة من المية والسوايل طوال ساعات اليوم سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل طبعا ارتفاع نسب الرطوبة كلنا حاسين به وبالتالي دايما بننصح بالتواجد في أماكن جيدة التهوية على شد خفف شوية شعورنا بارتفاع نسب الرطوبة وخلال ساعات الليل فتح النوافذ والأبواب لتخفيف أيضا من أثار الرطوبة والمحافظة دايما على الخروج والتواجد في أماكن جيدة التهوية الأماكن المكشوفة والأماكن والحضائق العامة والمناطق المفتوحة كل دا بيقلل إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة في الجو الموجة دي هل فيما يبشر نهاية تنتهي قريبا أو تنكسل درجات الحرارة؟ بتأكيد كل موجة لها بداية ولها نهاية ولها زروة إحنا قلنا البداية من اليوم بارتفاعات تدريجية عن الأمس الزروة بنهاية الأسبوع مع بداية الأسبوع هتكون الدرجات الحرارة والحالة الجوية هتعود مشابهة لليوم بنتكلم بين 38 ل37 ربما على منتصف الأسبوع القادم تعود درجات الحرارة مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية حوالي 36 درجة مئوية ده بالتأكيد اللي هنعرفه وهيزداد تأكيده على مدار الأيام القادمة أهم نصيحة من الموطنين يقبلهم منها خلال فترة جاية لقلومة لازلنا بنأكد على المتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية بحيث نقدر معرف الأيام الأشبدة حرارة المناطق الأشبدة حرارة لأن بالتأكيد لو تكلمنا على سبيل المثال السواحل الشمالية لها نصيب من الارتفاعات دي يمكن في بعض الموجات السابقة كانت السواحل الشمالية بعيدة عن الارتفاعات كانت الارتفاعات على أغلب مناطق الجمهورية معدل السواحل الشمالية لكن خلال الموجة الحالية السواحل الشمالية معانا في ارتفاعات درجات الحرارة يمكن على نهاية الأسبوع السواحل الشمالية تسجل 35 بعض المناطق من السواحل الشمالية ممكن تسجل أكتر من 36 درجة مئوية في الظل طبعا نسب رطوبة في أعلى درجاتها على السواحل الشمالية فهناشعر بها هناك وكأنها 38 درجة مئوية ربما يبدأ الانخفاض في بداية الأسبوع القادم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية نسبيا كل ده بنعرفه من خلال متابعة المشارات والتحذيرات الجوية بصورة يومية هتكون في حدود الاربعين درجة مئوية إن شاء الله وده هيكون بنهاية الأسبوع الحالي أعلى درجة حرارة وهي درجة الحرارة العظمى بيتم تسجيلها بالتأكيد خلال فترات الظهيرة لأن قبل كده بتبدأ ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي ومن بعد الساعة 5 عصر الخامسة عصرا بتبدأ تنخافط درجات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي لكن حابين نأكد إن خلال زروة الموجة الحالية نهاية الأسبوع درجات الحرارة ليلا هتبقى مرتفعة عن الليالي الماضية بنتكلم الصغرى تبدأ تسجل في حدود الـ 28 لـ 29 بالنسبة للقاهرة وده بتكون أقل درجة حرارة القاهرة هتسجيلها خلال فترات الليل أو على مدار اليوم وده بالفعل تعتبر مرتفعة نسبيا عن المعدلات الطبيعية وبالتالي الأجواء الليلة هتكون مائلة للحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة اللي هتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة تشكرا تشكرا جزيلا تشكرا الله حضرت